لماذا دفعت الأزمة الروسية الأوكرانية معدل التضخم للارتفاع في أوروبا؟ بالرغم من أن البعض ربما يعني غير المتخصصين يظنون أن أوروبا اقتصادها قوي ولا تتأثر بمثل هذه الأزمات أولاً يجب أن نميز بين التضخم المدفوع بعوامل الطلب والمدفوع بعوامل العرض هنا التضخم مدفوع بعوامل العرض لماذا؟ لأن الأثر الكبير يأتي من أين؟ يأتي من الطاقة أي تأثير في الطاقة يتم تمريره إلى السلح ثم التأثير الآخر في المنتجات الزراعية والمنتجات الغذائية التي تحتل فيها روسيا وأوكرانيا مركزاً متقدماً أوكرانيا كانت تعرف حتى وقت قريب بسلة غزاء أوروبا تمتلك 25% من الأراضي الخصبة السوداء في أوروبا هي في ذاتها لا تحقق اتفاءاً ذاتياً يعني هي على مقياس الاجتفاء الذاتي العالمي تأتي متأخرة عن المغرب مثلاً لكنها توفر الكثير من المنتجات لأوروبا ولخارج أوروبا التأثير على سلاسل الإمداد من شأنه أن ينتقل وينقل فضلاً طبعاً عن الطاقة ينقل هذا الأثر إلى سائر المنتجات وينقل هذا الأثر إلى سائر القطاعات الإنتاجية ومن ثم ترتفع الأسعار ارتفع المستوى العام للأسعار وهو ما نسميه التدخل ارتفع المستوى العام للأسعار بهذه الدرجات وبهذه السرعة هو أمر غير مسبوق وكنا قد اقتربنا في أوروبا وفي أمريكا من المستويات الصفرية في أسعار الفائد لينير زيرو وده منفعش الإبقاء عليه لا يجوز الإبقاء عليه مع هذا الإنفلات في معدلات